أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على التأكيد من انتظام سائل منظومة الشحن ACI المسبق بدر صورة فعالية تصهم في التيسير والإسراع من إجراءات الإفراج عن البضائع خلال الفترة المقبلة وذلك بالنظر إلى أهمية هذه الخطوة في عودة دوران عجلة المصانع ودعم الاقتصاد جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وإجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ وتم استعراض الموقف الحالي للبواصل في الموانئ وكذلك قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق وأيضا إجمالي المفرج عنه من البضائع خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من يناير الفين وثلاثة وعشرين والذي بلغ نحو تسعمائة وأربعة وسبعين فاصل سبع مليون دولار